أما وزارة التنمية الإدارية النهاردة قالت أن اللجنة العالية للانتخابات وفقت على بدء تجربة استخدام قار بطاقات الرقم القومي الألية دي هيتم استخدامها لأول مرة في الاستفتاء على الدستور وهيتم البدء في استخدام التقنية دي في حوالي 100 لجنة وأكد وزير التنمية الإدارية أن الهدف من ده هو التأكد من صحة بطاقة الرقم القومي للمواطن وحقيته في التأكد أنه أولا يصوت داخل اللجنة الموجود فيها وتسجيل معلومات عن الحاضرين مصنفة حسب النوع والفئات العمرية وأيضا فترات الحضور